السؤال الأول مساء الخير يا دكتور أنا عندي مشكلة عندي بنتي عندها سنة وعندها ضعف في السمع وأنا مش عارفة أتعامل معاها إزاي ممكن ترد علي ضروري يا دكتور معلش لا ما فيش معلش ولا حاجة يا هو مبدئيا عايز بس أنبه حضراتكم جميعا بقى لحاجة مهمة أوه إنه لابد من التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الشكاوة لابد من التعامل بمنتهى الجدية مع شكاوة عدم السمع الجيد وده في حال إذا كان الطفل يعني قادر على التعبير عن هذه الشكاوة إنما في أحوال الطفل ما بيبقاش قادر على التعبير عن الشكاوة صغير فإحنا لازم نكون منتبهين تماما تماما لعلامات ضعف السمع عند الأطفال دي حاجة مهمة جدا جدا وفيه فرق ما بين إن الطفل خصوصا لأطفال اللي هم بيكونوا عدوا سنة يعني ما بين سن سنة وسنتين تحديدا أحيانا لما بيننادي عليهم مثلا بيبقوا سمعيننا بس هم ما بيردوش أو يعني ما يلتفتوش لنا هم ما بيردوش بمعنى أنا أقصد بالرد مش إن هم يقولوا لنا أيوة أو نعم لا أنا أقصد الاستجابة إن هم يشعرون إن هم سمعونا وأكتر تست أو أكتر اختبار بنقدر يعني نحدد به الحكاية دي إن الطفل نشوف ردة فعله انتباهه لما يسمع اسمه أو لما يسمع صوت مفاجئ يعني مثلا ساعة بالدق موبايل بيرن تلفزيون اشتغل وهكذا التفات الطفل إلى مصدر الصوت دي بتكون دلالة مهمة جدا على إنه بيسمع أو بيسمع كويس يعني تمام لكن بعد كده كمان لازم ننتبه بقى إلى إنه لو الطفل مثلا أكبر شوية إنه بيعلي الصوت شوية في التلفزيون أو إنك لما تقولي له حاجة يبقى كأنه ما سمعش فأنت بتضطر إنك تكرريها فدي برضو من العلامات بقى اللي تخلينا نشك أحيانا إنه ممكن يكون فيه مشكلة في السمع خلاص دي نقطة مهمة أوي وأنا يعني اسمحولي أو اسمحيلي لصاحبة السؤال إن أنا باخد هذا الموضوع وبتكلم فيه في جوانب أخرى غير سؤال حضرتك ولكنها تحت نفس العنوان يعني علشان الناس بس كلها تستفيد في حالة لو شكينا في إنه ابننا أو بنتنا عنده مشكلة في السمع شكينا تمام؟ بنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها مقياس السمع وأنا الحقيقة بشكل شخصي يعني برشح خطوة أهم يعني أو خطوة منطقية أكتر هو إن إحنا لما نشك نتوجه إلى طبيب الطفل طبيب الأطفال لأن الأطباء إحنا يا جماعة بيكون عندنا آليات أخرى للحكم على المهارات عند الأطفال سواء المهارات السمعية أو البصرية أو الحسية وهكذا فاهمين قصدي؟ فبيكون فيه اختبارات خلينا نسميها اختبارات أولية بس اللي بيعملها الأطباء بقى بيقدروا من خلالها أنه هم يأما أنه هم يتأكدوا من سلامة الطفل أو أنه يكون فيه تأكيد على أنه آه لا فيه مشكلة فساعتها بيحصل إيه؟ فيه تخصص في الطب اسمه السمعيات وده التخصص ده هو المسؤول عن إجراء ما يعرف باختبار السمع تمام؟ وعايز أقول لكم أنه من أجمل وأعظم وأرقى الحاجات أنه أصبح اختبار السمع ده بيتعمل دلوقتي خلال الأسبوعين الأولانين من الولادة يعني من خلال من الأسبوعين إلى شهر بيتعمل بشكل إجباري ودي من الحاجات المهمة جدا يعني لما الطفل بيتولد وبتقدم بقى على شهد الميلاد يعني بيتعمل اختبار السمع ده مع أول تطعيم تمام؟ فدي حاجة في منتهى الأهمية لأنه ده بيسمح بتصنيف أو بمعرفة الناس اللي ممكن يكون عندهم مشكلة وتتعرف من بدري مقياس السمع بيقول لنا إمت حصلت المشكلة أو يعني المشكلة دي موجودة درجة المشكلة قصدي مش إمت يعني درجة المشكلة هل هناك فقدان جزئي للسمع ولا فقدان كلي وهكذا طبعا ضعف السمع أو مشاكل السمع خلينا بقى نقول بشكل عام تعامل الطبي معها تعامل حديث جدا وأصبح هناك سماعات طبية حديثة جدا جدا وأصبح هناك زرع القوقعة كمان لكن عايز أقول بس كلمة دلوقتي مهمة عن نزلات البرد في ناس ممكن تقول الله احنا بنتكلم في السمع يا دكتور معامل ايه علاقة نزلات البرد بالسمع أنا عايز أقول لكم إن إهمال علاج نزلات البرد له علاقة مباشرة بكثير من مشاكل السمع عند الأطفال بل إنه إهمال علاج نزلات البرد في كثير من الأحيان وبخاصة نزلات البرد المتكررة يعني اللي بتكون المدى الزمن بتاعها قريب ده ممكن يؤدي إلى ما يعرف بفقدان السمع أو فقدان جزئي للسمع دي نقطة مهمة جدا جدا وده لإنه في أثناء حدوث نزلات البرد ممكن يحصل ارتشاح خلف طابلة الأذن اللي هو يعني بطريقة أبسط نقول إيه مية أو سائل خلف طابلة الأذن الله طب هو السائل ده بيجي منين ما هو طفل ما يجاش على ودنه مية لا السائل ده بيكون ما انشأه من الجسم نفسه أي التهاب يا جماعة بيحصل في جسمنا بيستدعي حدوث يعني في كثير من الأحيان إنه يبقى فيه سائل خلاص فخلوا بالكوا قوي إنه التهابات أو نزلات البرد قد تؤدي إلى التهابات في الأذن تمام نزلات البرد قد تؤدي إلى التهابات في الأذن إهمال علاج نزلات البرد أو إهمال علاج مشاكل الأذن أو الأثار السلبية نزلات البرد على الأذن قد يؤدي إلى ارتشاح خلف طابلة الأذن إهمال علاجه قد يؤدي إلى فقدان جزئي للسماء عارفين أكتر حاجة تخلي أو تحفز أن المشكلة الكبيرة دي تخليها عرضة أنها تحصل إيه التدخين البيوت اللي فيها تدخين وبيتواجد فيها أطفال التدخين بيضعف جدا قدرة الجسم على التعامل مع النوع ده من الالتهابات فأنا بدعو الحقيقة وبرجو كل الأباء والأمهات اللي عندهم أطفال أنك على قد ما تقدروا بلاش الأطفال تتواجد في أماكن فيها تدخين لأن دي نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لآخر جزء يعني اللي عايز أقوله بقى لصاحبة السؤال أنا قلتلك أنه أنت بتقولي مش عارفة أتعامل معها التعامل بيأتي تاليا للحل الطبي يعني إذا كان حصل زرع قوقاع إذا كان حصل سماعة طبية وهكذا بناء على ذلك أنت بتاخدي تعليمات من الجهة الطبية اللي رشحت لك العلاج وعملته أنه التعامل مع الطفل الوقاية بتبقى إزاي أو العناية إزاي وهكذا إنما بشكل عام الطفل باستخدام هذه الوسائل بيكون بيسمع كويس فيبقى التعامل معاه عادي جدا ترجمة نانسي قنقر